جاء الوصال على كل المنطقة المتعليمين واللي صار الميكاري منذ ما جئوا إلى حديقة رياضة آه الميكاري لم يعطي الميكاري بقاء في النادي الفريقي نقطة استفام رغم تحدثت أنا أعرف الميكاري مردود الميكاري موش المردود اللي شدته عمناول وقلت لماذا النادي الفريقي لا يفكر في أخصائي نفساني مو ربما الميكاري لم يندمج في الكورة التونسية ربما أخصائي نفساني يخرجوا من السلبية هذه وتكون إيجابية لكن النادي الفريقي بالمنظومة وبالكيفية المادية الكبيرة ما عندهوش أخصائي نفساني حتى الحارس بش نحكيه كيف يخرج الحارس من كبوة لما يعمل أغلاط ويرجعوا ثيقته يعني ثم خلل في توظيف التشييري في النادي الفريقي المدرب اللي راهنوا عليه واللي قالوا في الموسم الفارط سياسة البقاء والاستمرارية هي اختيار صحية ربما شوف التقييم لابد حين يكون صارم نحن سابقنا ندي الفريقي أقلنا الكوكي لما كان ناجح واعتبر الكوكي من أحسن مدربين للشبان اللي يعرف يوضع بالمجموعة من غير انتدابات ثم أقلنا ديكوستير ثم حاليا ما نجموش ناخذ قرار المدربة ذايا رغم تحصون على بطولة أنه مدرب ضعيف ما تماش ناس تسييرية تقول كلمتها ولا يزبنا نجاملوا ويزبنا نقربوا رواحنا للمسؤولين لا المدرب عطاءه ما كانش ناجح في النادي الافريقي ونكونوا واقعين المدرب نقطة سلبية في مسيرة النادي الافريقي مدرب ضعيف تكتيكيا فنيا انضباطيا شما ما زلنا نحكيه على الكورة ونكونوا واقعين وناخذوا قرار ثم بش نحكي على أسماء اللي يطرحوا فيها بش نعطي رأيي من غير ما نطرح أسماء ومن غير ما نقولها أسماء لك مش نقول رأيي الصادق إلى جمهورنا دي فريقي مباراة الرجل البيضاوي وصلت الميدان ناطر والغندر يخسروه الغندر يخسر برشا كور ناطر ما كانش موجود الحلقة اللي يتبشر بخير هو الولد خليل ومرة أخرى نقول لانتدابات مايش أسمائي لانتدابات ناس جعانا كور ناس تحب تجيه ركتخوا بها كش فريخة وتنجم بعض تمشي لأوروبا وتستفاد ماديين خليل هو النقطة الإيجابية في هذه المباراة رغم أن نعتبر توظيفه في هذه المباراة كان خاطئ ربما كنا نزلوه في مباراة أخرى ثم الجزيري وليد الجزيري رغم الانتقادات بدال وليد هذا ينضج الصبر روباهي نجمه كون ولدات الصبر باهي إن شاء الله نشوفه القادم تاع الجزيري أحسن صبر لم يكن صبر اللي ينتظروه صبر إن شاء الله يرجع الفورمته لكن صبر كان في عزلة خسرنا وسط الميدان خسرنا رواق الأيمن والأيسل وبش نوريكم الأخطاء البدائية اللي المدرب غريب إن شاهدنا اللقطة هذه شاهدناها أكثر من عشرة مرات نشوفه هنا لاعب الرجال البيضاوي يمشي بالكورة هذه الكورة يمشي به نشوفه الميكاري يمشي نشوفه المسافة المحلولة لقعدة وهذه غلط في التمركز المدافعين حتى في الموسم اللي فارت وتحدثت عليها يعني تكرت برشة إنه اللاعب القروي ولا العيفة اللي هو اللاعب المحوري عالي سار المفروض إنه يكون قريب يعني المدافعين يقربوا برشة المدافعين كانوا بعاد نشوفه الميكاري لما مشيه تكرت اللحظة اللقطة هذه اللاعب انتع الرجال البيضاوي يلعب الكورة ثم ينطلق خلف الميكاري وتتوجهه للكورة شاهدنا الطريقة هذه تمت أكثر من 7-8 مرات وكانت مصدر حطر والمدرب ما يتحركش معناها نفهم برشة أغلاط في التمركز الدفاعي شوفنا أغلاط في بين العيفة والقاروي في التمركز شوفنا أنه الرجال البيضاوي كان في نهاره يعني لما تلقى فريق في قيمة النادي الفريقي انتهاب تشترع بفريق كبير وفي 25 دقيقة تحس روحك بتعمل كما تحب الكورة معناها نفهم المشكلة اللي يعانينا ندي الفريقي هدف الرجال البيضاوي الحارس بالمصطفى قاعد يقوم بغلطات وتعودنا في تاريخ كورة القدمة وفي تاريخ ندي الفريقي لما كان النايلي والفاسي وسليم العنطفين وسلامة أربع حراء صلى الله يرحم وسلامة أربع حراء ما تعرفش نهارة لحد شكومش يلعب واللي يعمل مباراة بعناها ما يعطيش مردود يلقى الاخر يسخن ويحضر في مكانه هذه الكورة يعني ناحية الاحتكاك للمنافسة النزيهة ثم اليوم بن مصطفى عمد لغلاط في بعضها في كتير مباراة وديما هو الحارس الأول ثم نرجع إلى أنه بن مصطفى يجمو إن شاء الله معنا عاد الهمامي الموسمة ذايا وعننا ثقتنا عاد الهمامي كمدرب وكمدرب حراس بخبرة أنه يعالج النقاط اللي مش فينايش في الموسم الفارق يعني المدراوة رأي الكورة مربوطة بالمدرب الحارس مربوط أداء ومدرب الحراس اللاعب مربوط بالمدرب الهدف مخالفة الحارس نتعلم بونسليك هاللي يعرف كيفاش يتمركز يعرف يخرج في اخو الكورة ويأخذ القرار الصحيح في اللحظة الصحيحة رأي ثانية ثانية تأخر القرار في ثانية في كورة القدم بالنسبة للحارس كارثة وأظن أنا بالمسترفي تدريبه للحوال تدريبه لابد أنه يحسن البديهية الفكرية متاعه القرار الصحيح